السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة هنأخذ مع بعض مراجعة نهائية للصفة الرابعة لابتدائي الفصل الدراسي الأول تركيزنا نهاردة هنأخذ على سؤال هذا هو سؤال تصحيح الأخطاء عاثيني مجموعة من الجمل هنأخذ الجمل دي الأول بعدين هنأخذ الإجابات بتاعتهم وطريقة الحل نشوف مع بعض الجملة الأولى بعد كده بيديني نقاط وبيحط اللي كلمة بينك وزين الكلمة اللي بينك وزين دي هي اللي غلط هي اللي هنصححها يبقى هنا غلط نهاردة هنأخذ يا نهارد سأعطيني بين قسين هنا or I don't practice it every day number four farmers grow rice tomatoes pot potatoes number five I eat vegetables but I exercise okay so let's quickly hear look at the answers بصوا معي في الإقبات وركزوا معي على طريقة الحل إما يجيب لكم البالشكل اللي ده أنا بعمل إيه أنا كل أنا بعمله إن أنا بترجم الجملة كويس جدا بنترجمها وبعد كده بشوف العلاقة بين الجمل دي يطر الأفكار متشابهة لو إحنا بنربط جمل زيت أفكار متشابهة بنستخدم يعني لو بنربط جمل زيت أفكار متناقضة أفكار متناقضة مختلفة عن بعضها البعض ومتناقضة بنستخدم في الحالة دي نستخدم طيب نبص في الجملة الأولى بيقول لي إيه أترجم بقى أنا أتحدث العربية والفرنسية أو الفرنسي دي اللي هي اللغة الفرنسية يبقى دي إيه أفكار متشابهة بيتكلم لغتين عربي وفرنساوي يبقى يستخدم يبقى بدلا من بدلا من كلمة هنخليها يبقى حتى ما تيجي ترجمها أنا أتحدث اللغة العربية واللغة الفرنسية واللغة الفرنسية تماما فاجأة المشكلة هنا بحدي كده بيقول أترجم كويس القطة صغيرة الحصان كبير يبقى الأفكار دي إيه متشابهة ولا مختلفة مختلفة حاجة صغيرة وحاجة كبيرة مختلفين عن بعض يبقى نربط هنا ببات نستخدم بات يبقى بدلا من هنستخدم بات لأن ده تناقض طب بات يعني إيه يعني ولكن طب ترجموها كده يبقى القطة صغيرة بات يعني ولكن ولكن الحصان كبير يبقى دي أفكار متنقضة نومبر ثري يعني أنا أحب التنس تمام دي الجملة الأولى أنا مش بمارس التنس كل يوم ولا حاجة يبقى ده إيه ده تناقض ودايما خلي بالكوا عرفوها قاعدة كده لما لاقي جملة مثباتة وبعدها جملة منفية جملة مثباتة وجملة منفية يبقى ده تناقض يبقى لازم نستخدم بات يبقى دي ملحوظة بردو تاني بس همش هكتبها لكم يعني بس انتم عارفوها شافوي طبعا جملة مثباتة وجملة منفية بنستخدم هنربط ببات يعني ولكن تناقض يبقى المزارعين هنا بيزرعوا ايه؟ بيزرعوا ارز طماطم وبطاطس كمان يبقى نستخدم لأن احنا هنا بنربط بنربط أفكار متشابهة حاجات متشابهة الحاجات اللي بيزرعوها ايه؟ بيزرعوا كذا وكذا وكذا طب نترجم كده يبقى الفلاحين بيزرعوا الأرز الطماطم والبطاطس ما فيهاش اي مشكلة مظبوطة يبقى واحد بيقول ايه؟ خد ربوت وبيتمرن وسحته كويسة وبيأكل طعام صحي وبيتمرن ما فيهاش اي تناقض في القومة دي يا جماعة يبقى لازم بدلا من نحولها نحولها لايه؟ نحولها يبقى احنا كده حرفنا اول قاعدة علينا في دي قاعدة او قاعدة الوحدة الاولى قاعدة سهلة جدا ما فيهاش اي مشكلة اللي هو الفرق بين و وما ننساش لازم نحفظ نكتب اند صح وبط صح عشان طبعا ناخد الدرجة بتاعت سؤال ده كويس لو قلنا افكار متشبهة متنقضة سؤال اخر سؤال اخر زين 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 وقت الاجابات معا الشرح مش الاجابات بس اجماعة لقد احنا نشرح لكم كمان الاجابات دي اول حاجة اول مضحوظة بيقول لي ايه لو وجدنا اذا وجدنا اول ما تلاقوا كلمة نعمل ايه بقى نخلبي بقى لما نلاقي نبتدي نبص على الصفة نبص على الصفة اللي هي بين القسين دولة. لو صفة قصيرة احط لها اي ار. بس كده او بس كده. لانها كده ايه? صفة قصيرة فبينضف لها في المقارنة اي ار. اوكي? يبقى نبص مع بعض في الجملة الاولى. بيقول لي في ذين او في ذين. يبقى الجملة دي مقارنة او مقارنة. طب الصفة اللي عندي ايه? صفة قصيرة او يبقى هنضف لها اي ار ونكرر حرف الجيون دي في اي ار يبقى اوكي. طيب المثال اللي بعد كده بيقول سنيكس اوه في ذين او في ذين. هبص على الصفة. هتقول الصفة عندي لأ طبعا ده مش صح كالكلام ده. الصفة اللي عندي ثن. ثن. وليس ثنست. اوكي? هو ضيف لها عشان التفضيل. احنا عايزين الصفة مش دي انت احذف يبقى الصفة اللي عندي ثن. ثن نحيف. هنضف لها هكرر الان واضيف يبقى في الحالة دي قولي الثعبين يعني انحف من او من الدب. تمام كده هنا? يبقى احنا كده عارفنا لما نلاقي زين بصوا على الصفة. لقينا الصفة اللي عندنا صفة قصيرة. اوكي? زي بك كده نضف لها اي او رايت لقناها صفة قصيرة زي نحيف برضو هنضف لها اي اوكي طب لو وجدنا زين وبصينا لقينا صفة طويلة او الصفة اللي عندي صفة اي صفة طويلة مش صفة قصيرة نعمل ايه? هتحطه قبل الصفة يا اما يعني اكثر او يعني اقل يبقى معناها اكثر مع الصفة معناها اقل بتيجي قبل الصفة. ناخد طيب امسالة. بصوا معي الوقتي في بيقول ان الجمال انا لقيت زينها موجودة. الصفة اللي ايه? طويلة. طب تاخد ايه? تاخد او هترجم بقى هل الجمل اكثر خطورة من ايه? الاسد ولا اقل خطورة? لا ده اقل خطورة. يبقى بدلا من اخليها لس. بس كده مش عمل اي حاجة تعني. يبقى كمان في الجملة نمبر نمبر رقم خمسة. شايفين زين زين يعني مقارنة. طب الصفة صفة طويلة. تاخد مور ولا تاخد لاس او استعبان اخطر من الطائر او يبقى يبقى في الحالة دقول زين زين زي بيرد. الملحوظة الاخيرة لازم تخلي بالك منها ان لو وجدنا مقارنة. وجدنا مقارنة. يعني لقينا ايه لقينا مور. اوكي? لازم يجي بعدها ذين ذين تي اتش اي ان ذين بصوا طيب في الجملة نمبر فور بيقول كاتز او نايسر هنا كاتبها لي ايه ذين ذين تي اتش اي ان انا هعمليه بدل ذين دي هخليها ذين ذين داكز نايسر زين داكز. كده احنا تعرفنا على قاعدة المقارنة وازاي بتجيلي في السؤال الكراكت. بصوا بعد كده معي في السؤال اللي بعد كده. بيقولي هاو طول از هورس. وعطيني اجابة اتس سري هدرد ايتي 550 كيلوغرامز. نمبر تو بيقولي هاو طول داكز هورس لف؟ هنصحح طول. نمبر اكي نمبر فايف. بيقولي هاو هيفي او كاي رأي اسئلة واضحة جدا وبصوا معايا هنجاوب ازاي. هركزوا معايا الاول في الملاحظات وبعدين نجاوب. الملحوظة الاولى بيقولي لو وجدنا في الاجابة كاي جي شايفين كلمة كاي جي دي? كاي جي يعني اختصار لايه? لكيلو جرام. كيلو جرام دا ايه? ده وزنة وزنة. يبقى لازم نسأل بهاو هيفي هاو هيفي على طول اي حاجة غير هيفي ما تنفعش لازم تخلوها هيفي ونحفظ هيفي كويس جدا عشان نعرف نكتبها. هاو هيفي. طيب لو وجدنا في الاجابة كاي بي اتش. كاي بي اتش موجودة في الاجابة يعني كاي بي اتش. يعني كيلو ميتر بير اور. كيلو ميتر بير اور يعني كيلو متر في الساعة. دي بتستخدم في في السرعة. يبقى لازم نسأل بهاو فاست. هاو فاست. يعني ما السرعة او كامل السرعة. ودي نحفظها كويس جدا كلمة فاست. طيب لو وجدنا في الاجابة ام اللي هي اختصار لميتر. او اختصار لسنتيميتر. نعمل ايه بقى في الحالة دي? نسأل بهاو طول. هاو طول. في ملاحظة تانية كمان بس هتلاقوها في اخر الفيديو هير. لما تلاقوا كلمة يعيش يبقى هنا بنسأل عن المدة اللي بيعيشها. هنسأل بهاو دايما بتيجي مع طيب نبتدي نطبق مع بعض هنا. بيقولي هاو طول. وعطيني ايه? عاطيني كي جي. شايفين كي جي دي اللي في الاخر دي? اه كي جي ده ايه? ده وزن كي جي اللي هي اختصار لكيلو جرايم. اول ما نلاقي كي جي طول تحولوها يبقى كامل وزن. طب بعد كده بيقولي هاو طول ده اه يعني بيعيش بيعيش قد ايه? المدة اللي بيعيشها. يبقى بدل طول نخليها هاو لونج هاو لونج هاو لونج ده هاو هاو عاطيني هنا فاست ازا كامل وجهب لميتر شايفين الام دي? الام دي يعني ايه? يعني ميتر يعني اتنين متر. من واحد وتمانية من عشرة متر الاتنين متر يبقى ده ايه? ده طول. يبقى بدل هنخليها طول. طول. هاو طول ازا كامل. بعد كده نمبر فور هاو لونج ازا هورس ونجيب لي في الاجابة ايه? كي بي اتش كي بي اتش كيلو متر في الساعة دي ايه ده مع السرعة يبقى نخليها هاو فاست هاو فاست يبقى بدل لونج نخليها فاست ساعة هنخليها وفاست يعني كامل سرعة. في ملحوظة برضو سريعة كده. طبعا كلنا عارفين انا متأكد من كده ان ما ننساش ان بتيجي مع المفرد مع الجمع. يعني لما لاقي اسم مفرد يبقى لازم احط يكون لما لاقي اسم جمع لازم يجي معها طب هنا بيقول لي يعني يعني دوب ده اذا معهم ، هو المفرد دي واحد. د pied انا قيد حز كبار ، بحز كبار؟ ببقى لعين الواقع الى السؤال الثالي ، سؤالة واضحة نشوف مع بعض الإيجابات كده ويهي طريقة الحل نبدأ الأول بطريقة الحل يا جماعة نبصوا معي وركزوا معي احنا اتفقنا مقارنة طب ذا بقى لما نلاقي ذا او لما تلاقوا ذا يبقى تفضيل نركز عشان دي مهمة يبقى اذا وجدنا ذا يبقى دا ايه يبقى دا تفضيل طب هعملي في التفضيل هنبص على الصفة برضو هنبص على الصفة لو الصفة اللي عندي سيارة نضف لها اي اي سيتي لو الصفة اللي عندي صفة طويلة هضف لها يعني الاكسر يعني الاقل طيب نبتدي نطبق مع بعض سهلة جدا احنا قلنا هنلاقي ذا يبقى اي اي سيتي يا اما مست وليست ننبر وان ايها شايفين ذا موجودة يبقى يبقى دا او تفضيل طول دي خصيرة ولاUh طويلة قصيرة هضف لها ايologist بس كده او بس كده يبقى ايها ايها او بس كده يبقى اه grandi او hey hidden child is the bigger animal في او في اي. того الصفة عند ايها خصيرة ولا او طويلة واحد يقول لي دي كبيرة. هقول له لا احنا ملناش دعوة يا جماعة. احنا الصفة عندنا يعني كبير. صفة دي صفة قصيرة. هنحزف دي. مش عايزينها. هو حاطت لي عشان المقارنة. انا مش عايزها اصلا المقارنة. دي غلط. هحزف وحط مكانها تفضيل. يبقى تفضيل ما ننساش يا جماعة. طب هنا بيقول لي في ذا يبقى تفضيل الصفة صفة طويلة يبقى تاخد ايه في التفضيل تاخد ما تاخدش مور دي في المقارنة في المقارنة ما تنفعش الوقتي هنا لازم نحاولها الموست. يبقى في ملحوظة كمان ما ننساهاش برضو. اذا وجدنا تفضيل بنوضع قبل زا. يعني العكس. لما تلاقوا في الجملة او او لازم احط ما ينفعش احط غلط. ما ينفعش احط غلط. لازم او كي. طيب مصر في الجملة دي بيقول ذا شايفين ان فيها يعني في تفضيل. يبقى ذا دي احوالها الزا معناها اطول الحيوانات او كي ذا اصرع الحيوانات يعني سريع. الكلمة اللي بعدك ده بيقول شايفين الوقت هنا ايه? زا? زا? اهو في زا. تمام? في زا. يبقى اشوف دي صفة ايه? صفة طويلة. يبقى تاخد ايه? اترجم كويس. سمكة خطيرة ولا اقل خطورة? لا ده خطيرة. يبقى يعني كده كمان تعرفنا على قاعدة اخرى. اللي هي قاعدة التفضيل. ركزنا فيها كويس جدا. وعرفنا ازاي بيجيب لي الاسئلة دي في الامتحان. او كي. بحدي كده. ركزنا على الايجابات. وقبل ما نجاوب هنشوف المرحوظة اللي هنجاوب بيها او الطريقة اللي هنجاوب بيها في البداية بيقول ليه? ان احنا بنحول بعض الاسماء الى صفات. كيف عندي بعض الاسماء? بيبقى اسماء. ممكن نحولها الى صفات باضافة اف يو ال. اف يو ال. كل اللي هنضيفه ايه? تلات حروف اف يو ال. اف يو ال. طيب. فنخلي بيقول لي بقى اذا وجدنا اسم في الجملة. انا بصيت في السؤال اللي عندي. لقيت في اسم. وكانت الجملة محتاجة صفة. يبقى الجملة اللي عندي محتاجة ايه? محتاجة صفة مش محتاجة اسم. كل اللي انا هعمله بقى هنضيف عشان نحوله لصفة. تمام? يبقى لو لقنا كلمة خلي بالكم لو لقيتوا تحولوها لو لقنا نحولها لو لقنا تحولها للاقنا تبقى نضيف لها سهلة جدا. طيب هنبتدى نطبق القعدة هنا با. بصوا معي بيقول لي انا عايز اقول سائق حريصة. يبقى انا محتاج صفة. بدل اخليها اضف لها ينفع اقول سالمة جميل. ايه سالمة جميل ده اسم? لا لا لا. هي سالمة جميلة وليس جميل. يبقى في الحالة دي اقولي بدل اخليها بيوتفول. بيوتفول. يبقى بدل خليناها بيوتفول. هي بتحب ايه? فستين ملونة. فستين ملونة. يبقى احنا هنا محتاجين الصفة من كالر كأضف لها ملون. الشخص اللي بيساعد الناس يبقى غير مساعدة. حسنا لقد كنت قلت font'ة. حسنا لنق giving you an a helpful. متاعين. وين هنضيف لها ف you l. حسنا لتكون القاعدة واضحة بالنسبة لكم. حسنا لنبدوا سألوا سؤالة اخرى. سألوا اخرى. نمبر ايه بيقول لين is the bag? والاجابة? it's on the table. نمبر ايه بيينه؟ it's on the table. نمبر ايه بيينه. my house is next. of a سنرى ازاي بنجاوب على مجموعة الاسئلة دي كده بسرعة ونشوف القواعد بتاعتهم بسرعة كده مع بعض وهي فكرتهم سهلة جدا اول الحاجة يا جماعة اول ملحوظة لازم اخلي بالي منها لما اجي اسأل عن المكان لما اجي اسأل عن المكان باسأل بنسأل بنسأل يعني اينة ما ينفعش يحط لي يعني ماتة غلط ما ينفعش يحط لي يعني ما او ماذا ما ينفعش يحط لي كل ده غلط لازم دي بقى ونحفظ كلمة كويس عشان لو جات لي اعرف اكتبها كويس وما نقص ما ضايعش درجة يعني عشان مش عارف اكتب كلمة اوكي هنا بيقول لي هنا دي على الترابيزة اوكي ده مكان يعني موجودة على الترابيزة يبقى انا كنت باسأل عن ايه عن مكانها هي موجودة فين يبقى بدل نسأل بوير اوير 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 طلاث ملحوظات مهمين جدا بسوا معي اول من لاقي في الاجابة دايما يجي معها والعكس يعني لما تلاقي يجي بعد هذا ليبقى لاني معناها ر各جوار او بجانب طيب لو لاينا اوه او نكتب ان فرانت ان فرانت ان لو لقينا يعني اتنين او يبقى لو لقينا دايما نختار ايه نختار والعكس برضو لو لقينا بيجي معها بتسدي نادرة يعني ما بيجيش كتير امتحين يبقى خلي بالكم بتاخد بتاخد نختار والعكس طيب نبتدي نطبق بقى هنا يعطيني ناكست وعطيني او شايفين او موجودة طالما في او يبقى ناكست نحوالها لايه نحفظها كويس يعني امام في ناكست موجودة ايه اللي بيجي بعد ناكست بني يجي بعدها ما يجيش بعدها لا يجي يبقى او دي اخليها يعني بيجي المدرسة او ده في هنا جماعة شايفين او طالما في يبقى نستخدم بتوين نستخدم بتوين يعني بيناء وسط طيب لو قال لي بيلعبوا كله هيقول ايه في البورك بيلعبوا في الحديقة في البورك يعني ان in the bork they are playing in the bork معناهم يلعبون في الحديقة انا طبعا غلط كل حاجة بنقصين هنا غلط يا جماعة يبقى عايزين نصحح ركزوا معي في الإجابات وركزوا معي في الملاحظات قبل ما نجوب الملاحوظة الأولى يا جماعة ركزوا بقى أول ما تلاو كلمة يعني قريقة أو كنبة تاخد حرف الجر احنا بنعد على الكنبة ما ينفعش إن ولا أندر ولا أي حاجة تانية لما نلاقي يمين ويسار وركن التلاتة بياخدوا حرف الجر احنا على اليمين على اليسار يعني في الزاوية أو في الركن يبقى حرف الجر احنا هيجي مع كل ده بياخد طيب لو جبل التعبير ده انا مش قادر اشوف الحاجة دي مش شايفها يبقى الحاجة دي ايه وراء مستخبية بقى وراء موجودة وراء نستخدم لما لقي يبقى بقى دايما ييجي معها ما ننساش كمان بقى اعطاء التعليمات ما تقول له واحدة امشي على طول اتجه يمينا نتجه يسهارا لازم يكون الفعل في المصدر بدون ايات اضافات يا جماعة خلي بالكم من دي فعشان كده بقول له ايه ما ينفعش ادفلو اي حاجة ما ينفعش ادفلو اي اني جي مفعش ادفلو اس مفعش ادفلو اي دي ولا اي حاجة لازم يكون الفعل في المصدر بدون ايات اضافات حسنا اظم كناروا قرار شكرا أهistry is setting under the couch آه هنا في عندي نتك اميت couch اريكا بقول ital under نبقى هي is setting on the couch شكرا أهزaina ايations ادمي الشجر I can't see it انا مش عادر اشوف له لحقان هو مش ادام الشغر وادمي الشجر يبقى ده خلف الشجرة عشان كده أنا مش شايفه طب بعد كده بقى عاطيني تعليمات امشي للأمام يبقى لازم الفعل يكون في المصدر أقول له واحدة في من لاقي يبقى حرف الجرؤ يبقى حرف الجرؤون كلها ملحظات مهمة جدا لو ركزنا فيها وأرناها كتير كتير جدا هتلاقي سؤال الكوريكت ده من أسهل الأسئلة ودركت إن شاء الله تبقى مضمونة بقول له زيز زيز or my friend number two that or the electricians tool right next one here زيز your box those as your box كاي نركز مع بعضي جماعة أسئلة برضو very easy سهلة جدا now time for the answers بصوا بقى القاعدة دي من القاعدة المهمة جدا وبنسبة كبيرة بتنجيلكم في الامتحين يعني دي بنسبة مية في المية تقريبا جاية في الامتحين القاعدة دي right اللي هي ايه بقى اسماء الاشارة ودمائر الاشارة right اللي هي زيز وزعت وزيز وزوس فكرتها سهلة جدا فكرتها كلها قايمة على المفرد والجمع كاي اول ما نلاقي زيز او زعت يبقى دولها مفرد يبقى ياخدوا ايه ياخدوا ايه مفرد ويجي بعدهم اسم ايه كمان اسم مفرد تمام يبقى الجملة كلها لازم تكون مفرد زيز وزعت مفرد ايز مفرد وبعدهم اسم مفرد طب لو لقينا زيز او زوز دولها جمع يبقى ياخدوا او جمع ويجي بعدهم اسم جمع يبقى الجملة اللي عند كلها لازم تكون جمع زيز وزوس جمع وار جمع واسم ايه اسم جمع طب نبتدى نطبق كده هنا جايب لزاز طالما زيز يبقى يبقى مفرد يبقى تاخد ايز ما تاخدش او المفرد بياخد ايز يبقى زيز ايز طب هنا جايب لي في الجملة التانية ايه او بيقول شايفين او ينفع حط مع او زات لا زات بتيجي مع المفرد يبقى نعمل ايه نخليها زوز زوز للجمع طب هنا بعد كده جايب لي زيز زيز مفرد ولا جمع زيز جمع يبقى لازم يجي بعدها ايه اسم جمع يبقى زيز ميكانيكس ميكانيك نضفوها اس نخليها جمع يبقى زي ما انتم شايفين الموضوع كله مفرد وجمع بس ما فيش اكتر بعد كده بيقول لي ايز دي مفرد ولا جمع ايز مفرد يبقى زيز نحولها الزيز مفرد زيز از زيز از سكول طب هنا بديقلب زوز زوز مفرد ولا جمع زوز طبعا جمع يبقى تاخد اوار ما تاخدش ايز يعني موضوع سهل جدا كله قائم على المفرد والجمع مش اكتر مفرد وجمع مفرد وجمع وما ننساش ممكن ييجي الاسم بعد زيز او زات او زيز او زوز ممكن ييجي بعدهم الاسم عادي جدا ممكن اقول زيز ميكانيكس على طول كده شوفت قلت ايه زيز ميكانيكس وارك ان ذا ريبير شاب اكي لتسلوك هالز ناكست كواسجن اي وانت تو بيين جا داكتر نومبر تو زيز ميكانيكس على الطوال ثابت شنايره لم نتحق اييه ما تuição رحض لك بشره ما ت vocal antimايكس على الطوال المرح ا jour stress ساحب بشيء ثانيا احسب syد تعقش حش المناف من Ermاء Indust気 لم يتحوا تمام معناها ايه? لم تكتاز الامتحان. يعني ما نكحدش في الامتحان. بسرعة كده نشوف بقى عندنا هنا اخر قاعدتين او اخر ملحوظتين في الملحوظات الاساسية في المنهج. خلي بها الكولامات. لو التعبير ده بنستخدمه الايه? بنستخدمه للحديث عن الوظائف اللي احنا بنتمنيها او اللي احنا عايزينها. اي وظيفة انت بتتمنيها بتقولي واعدها الوظيفة. اي وظيفة انت بتتمنيها. يبقى خلي بني من التعبير طبعا هنا مشان نضيف لها السؤال حاجة تبقى في المصدر. بعد كده ولازم بي برضو في المصدر. اكاي? تاني ملحوظة بقى ان في بعض الافعال. لو ضفنا لها ايه? اللي هي لو حطناها قبل الفعل هتعني يبقى هنا بتيجي بمعنى ايه? بتيجي بمعنى يعني هتنفي الفعل هتغير من معناه. ناخد مثال. الفعل يحب. لو انا حطط له يبقى يعني لا يحب او يقرأ. ابي 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 يطيع لو انا ضفت الله داس هتبقى يعني لا الفعل. رائد. هبناخد اه مع بعض الجملة الاولى. اه في هنا هاي? بعدها الفعل في المصدر. يبقى اي وانتو بي. اي وانتو بي داكتور. معناها اريد ان اكون طبيبا. طيب الجملة اللي بحتي كده بيقول لي سارا بتحب الميت. دي ما بتاكلوش ابدا. اه يبقى هي بتحب الميت ولا بتحبش الميت كده مش بتحب الميت اصلا. يبقى سارا دي سلايكس ميت. يبقى انا كل اللي انا هعمله هاجي قبل فعل لايك. هذي فلو ديس. يبقى انا كده نافيته. لايكس دي سلايكس. دي سلايكس. يعني لا تحب. هنا بيقول لي انا اسف. هل انا هتاسف لما طيع والدي? ولا رايت ولا ما اعصي والدي? ما طعوش. اكيد طبعا لما اعصي والدي. يبقى نخليها ايه? نخليها يبقى يعني ما نكحتش في الامتحين. يبقى يعني محبطة. كده احنا اعتبر اخدنا كل القواعد او كل الملاحظات المهمة وكل انواع الجمل المهمة اللي علينا في الماناك. شايفين الموضوع مش صعب ولا حاجة? هناخد بقى يعني تمارين اكتر اضافية. وطبعا هتلاوي فيها نفس نفس الافكار يعني مع اضافات بسيطة جدا. اوكي فعشان كده هنمشي بسرعة شوي. بصوا معايا في علاوة القواعد نفس هذا. عالي المستحيل من نفس الافاال toothي. نفسه كده. احب جديدها من حالي وانا ا extرق جديد لمهازي. عالي المستحيل من نفس الكوهوهوظ. نفسه كده. احب جديد. او في زين او طالما زين موجودة مقارنة قصيرة تبقى باكلوا مرة في مرة في الاسبوع يبقى هنا ده تناقض ولا اضافة ده تناقض انه باكلوا مرة واحدة فقط في الاسبوع على الرغم من انا بحيبه يبقى نستخدم بات يبقى هنا استخدمنا شايفين هنا مور دي مور دي مقارنة طالما مقارنة يبقى نستخدم ذين ذين بالاي مش بالاي مقارنة يبقى الصفة قصيرة عند فاها بس حرف الواي هنقلبوا ايه ده اضافة واحد بيلعب كرة قدم وبياكل خضروات وسحة جيدة يبقى نستخدم هنا ما تنفعش اللي بعد كده بيقول زيز اه اول ما نلاقي زيز يبقى مفرد ولا جامع زيز دي لجامع يبقى تاخد ا نواك 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 سوة نواك 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 هنا معي في مجموات الأسئلة دي عشان في بعض الأفكار الإضافية يريد نعرفها. اول فكرة هنا نلاقي صفات صفات اهام مع عادة استفهام نستخدم هاو زائده الصفة. يبقى بنسأل بهاو الصفة. ليه هاو ايه? ما ينفعش نستخدم اكي? يبقى لو جاب لي هنا اكي اه مسلا على سيبقى للمسال زي ما اتفعنا هاو. يبقى في الحالة دي نقولي هاو 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 كاي ما ينفعش وعات. طيب في ملحوزة تانية اول ما لاقي دو او داز او داد لازم يجيب عديهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. يعني لو ضيف له اس زي كلمة نحزف الاس. يبقى هاو لونج داز هورس فعل في المصدر. زي تفضيل زي بتستخدم مع التفضيل. اوكي زي بتستخدم مع التفضيل يبقى هنا هاتبقى هضف لها اي 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 سيتي طالما اتفعنا بني نستخدم ناكست ناكست تو فيش حاجة اسمها ولا انفرونت تو هي ناكست تو بصوا في الجملة تي عشان دي لس شاطرين بقى. هنا بقول الريم جزاوز هاو بجر اي ايرز and long هورنز. اه كل ما هيشوف بجر هيروح يجري ويكتب بيجست. لا طبعا مش صح لا بيجر ولا بيجست لي. اولا لان هنا مفيش زين. مفيش زين يبقى مفيش. وما فيش. مفيش. زي. 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 مش موجودة يبقى ما فيش طبعا عمل لي بقى استخدم صيفة بس اقول اوه يبقى انا هنا باصف بوصفها لا بقارنها ولا بفضلها على حد تاني لأ ده انا بوصفها بس يبقى هنا في الحالة دي بنستخدم الصفة فقط يبقى بقى ما ننسيش بعد كده زجرف اس طول زين تكون زين طول زين لانها مقارنة نقيم 14. كم عمل فيالك 15. الشاب اندف يبقى لا بضع 1 16 i live under a house 17 those is a mail carriers writer mail carriers packages number 18 okay number 18's pizza writer is delicious than rice نركز مع بعض في لقافية كمان موضوع very easy صحيح جدا برضو okay right i like playing tennis i can't play it well oh here في جملة مثبتة وجملة ايه منفية اول ما بقى في عندي جملة مثبتة وجملة منفية بعت بعت ولكن تناقض oh لما نلاقي فعلي how long how long لان بسأل عن طول المدة اللي بيعيشها الكروكوديا يلقدي ايه how long does the crocodile live the boy is help oh ينفع اقول البوي help right انا مش عايز اوصيفه كده انا عايز اوصيفه يبقى helpful اضف له f u l the boys helpful متعاون i live house انا عايز في منزل في منزل يبقى i live in a house في المنزل in a house those those دي مفرد ولا جمع زوز جمع يبقى بتاخد ايه بتاخد ايه بتاخد or طبعا كلنا عارفين those الجمع ياخد or يبقى those are the mail carriers packages right pizza is digital delicious than rice في ذن طالما في ذن يبقى مقارنة هبصت على الصفة delicious الصفة delicious صفة right طويلة يبقى تاخد more يبقى مور دولشوس يعني لزيز اكتر من rice right more delicious than rice than rice كامل مع بعد الاسئلة number 19 what is the book it's on the table go straight ahead and turn it right which animals is cute the shopping mall is of the bank and the school the spider is scary than the end i read books but stories okay نشوف مع بعض اللي كبات يجمع سهلين جدا هنا بيقول it's on the table شايفين is the book it's on the table ده على الترابيزة يبقى نسأل عن المكان بتاعه where بدلا من what نخليها where where is the book اين الكتاب go straight ahead اه اسلوب امرها بيدين تعليمات امشي للامام and turn right اه لازم نستخدم الفعل في المصدر يعني turn فقط نحذف ال-e دي نحذفها turn right which animals animals دي مفرد ولا جامع animals جامع حيوانات يبقى تاخد or which animals are cute the shopping mall is the bank and the school هنا في اين دي ببتوين بين اتنين between the spider is scary than دي مقارنة سفا سكيري قصيرة يبقى اندف لها اي ار والوين حوالها الاي تبقى اي ار scarier than the end twenty four i read books stories but i read books and stories and stories and stories next question is these your toys he lives under a houseboat my city is the nicer place to live the rose is the tallest اتنين هنة tallest then the daisy right next one i wanted to make a cake and i don't know how next one here what should i وعدين طبعا هنا doing here what should i doing طبعا okay so let's quickly here look at the answers here of the questions number uh twenty five شايفين كلمة زيز اه زيز شايفينها طبعا كلنا زيز دي مفرد ولا جمع زيز جمع يبقى خلي بقى لزيز وزوز جمع الجمع بياخد از والله ار بياخد ار يبقى بدل از نخليها ار يجب مع سهلة جدا right houseboat اه في فرق بين الهاوس والهاوس بوت لو قال لي i live house يبقى in a house ارعيش في المنزل في المنزل in a house طب الهاوس بوت لهو المنزل العائم يبقى on a houseboat ده بياخد on ما بياخد شيء يبقى he lives on a houseboat my city is there في زي زي دي مقارنة والله تفضيل زي تفضيل يبقى الصفة شايفين الصفة دي رايتر ندف لها رايتر kst يبقى here nicest my city is the nicest place to live the rose is the tallest سينا دايزي right في عندنا زين right طالما في زين ويبقى دي اي مقارنة يبقى الصفة طول شايفين الصفة طول ندف لها اي or ما ينفعش ندف لها اي اس تي غلط i wanted to make a cake انا عايز اعمل كيك i don't know how دي جملة مثباتة i want to make a cake i don't know دي جملة منفية خلاص اخدناها قاعدها جملة مثباتة وجملة منفية نستخدم part 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 i don't know how لا اعرف كيف اصنع الكيك what should i او دي بقى اي صعبة شوية اعرفوها كده بعد should الفعل في المصدر برضو بدون اي اضافات بقول what should i do ماذا ينبغي ان افعل اعمل اي what should i do next question 31 i'm standing on front of my friend 32 he jumped into the sea and save the child 33 or that your bag 34 did you help it your sister 35 tigers or most dangerous zang cats 36 who big is a daisy now let's look at the answers بصمعي في لغة بيت هنا بيقول i'm standing right front of front of طالما لقينا front of نقصة ايه مفروض حفزناها بقى front of بتاخد in front of يعني امام next to two يعني between between يعني بين وسط in يعني في on يعني على under يعني تحت right behind يعني خلف حاجات دي خلاص سهلة جدا يبقى ما تلاقوا front of لازم يبقى معها in front of يعني امام معناها انا واقف قدام صديقي in front of my friend he jumped it اه شايفين الفعل jump it هنا فين في الماضي ده قفز في البحر في الماضي طيفين له ايدي he jumped into the sea and saved the child وانقذ الطفل الفعل الاول ان في الماضي يبقى الفعل التاني برضو في الماضي لانه قفز في المية او في البحر وانقذ الايه الطفل طب هنا في عندي ذات ذات مفرد ولا جامعة ذات طبعا دي مفرد ذات يوربك مفرد يبقى بدلا من او نخليها ايز اول ما نلاقي او داز او دات يا جماعة قاعدة مهمة بيجي بعديهم الفعل في المصدر بدون اي اضافات اي اضافات نحزفها يبقى نحزف ونخليها في المصدر في ذين او دي ذين ذين دي ايه مقارنة الصفة طويلة المقارنة بنعملي في الصفة الطويلة يبقى بدلا من اخليها بعد كده اعطيني ما نجي نسأل عن الحجم بهاو باك هاو باك هاو باك دايزي يعني ايه ما حجم دايزي هاو باجزة دايزي طبعا في ملاحظات اضافية دي بقى يعني ممكن تيجي ممكن ما تجيش لدي لانها مش من القواعد الاساسية بتاعت المنهج يعني دي ملاحظات اضافية بس عارفوها اول ملاحوظة هرا ان انا بستخدم هاو للسؤال مع الصفات اما جي اسأل بصفات بنسأل بهاو الصفة هاو زائد الصفة مش وات خلي باهل عشان بتيجي كتير وات انت طبعا لو جبتوا وات او كتبناها وات تبقى غلط لازم تبقى هاو هاو بتيجي مع الصفات يقول هاو هاو للوزن هاو للحجم هاو فاست للسرعة هاو للطول هاو للعمر هاو للمدة ما ننساش بقى تاني ملاحوظة للسؤال عن طول فترة الحياة بنستخدم عندنا ايه هاو لونج كي ماننساش اسمها ايه هاو لونج هاو لونج يعني كامل مدة وغالبا يعني بتيجي مع فعل يعني في المنهج علينا يعني مش على طول يعني عشان ما حاجه يقول لدي لازم تيجي مع لف لأ مش شرط هاو لونج تيجي مع لف ممكن تيجي مع افعال تانية زي وورك وستاديو افعال كتير بس علينا في المنهج هتيجي مع لف اوكي يبقى هنستخدم هاو للسؤال عن طول فترة الحياة لانها بتكلم عن فترة حياة حياة يعني بقى تيجي مع ليف مش في حياة يبقى ليف كاي بقى ما ننساش يعني كامل مدة اللي بيعيشها الايه الهورس كمان ما ننساش حرف الجر بيجي مع بعض الكلمات زي ايه تاخد مزرعة في مزرعة تاخد بحر ياخد يبقى لا ربع كلمات دولة بستخدم معهم حرف الجر وليس ان ملحوظة بعد كده اذا وجدنا او ضع سودهد يأتي بعدين والفعل في المصدر والفعل في المصدر يعني بدون اي اضافات اي اضافات موجودة تحزفوها كل ده بيتحزف وتسيبوا الفعل في المصدر اما وجدنا شود برضو يجي بعدها الفعل في المصدر بدون اي اضافات اوكي هتمنى كده نكون استفادنا من الفيديو سؤال اه هنا التصحيح الاخطاء بيه سهل بالنسبة لنا اوكي اشتركوا في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لنا كل الفيديوهات الجديدة اولا باول ولو عجبنا الفيديو يريد نعمل لايك للفيديو ونشاير الفيديو كمان لاصدقائنا عشان هم كمان يستفيدوا من الفيديو